لملاقات سانداونس طبعا في جنوب أفريقيا في بروتوريا إن شاء الله كل التوفير اللي نادي قال الماتش هيكون الساعة تعالى أمامكم القايمة على الشاشة محمد الشناوي علي لطفي حمز علاء في حراسة المرمة طبعا بعد خروج مصطفى شبير بعد إصابته بفيروس كورونا محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيع وبدر بنونو وأحمد رمضان بيكم وسعد سمير وياسي إبراهيم محمود متولي محمود وحيد يا جماعة محمود وحيد قريبا جالوا كورونا والمحمد محمود هو اللي جالوا كورونا طيب وعلي معلول أليو ديانج وأكرم طفي وعمر السلية وناصر مهرم مجدي أفشة وحسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ووليد سليمان ومرون محسن وولتر بوليا ومحمد الشريف وأخيرا جونيور أجاية طبعا في القايمة الخاصة بالنادي الأهلي علي معلول علي معلول حتى الآن يعني لم يتم شفاقه بدرجة 100% هيبقى موجود مع النادي الأهلي آه لكن هل ممكن يلعب؟ أعتقد النموذ صعبة حتى كلام الكلام على أن يوم 28 هو يوم السوبر الأفريقي هتبقى صعب أن علي معلول السوبر الأفريقي طبعا ما بين الأهلي وبطل دوري الأبطال في النسخة الماضية ونهضة بركان بطل برضو الكونفدرية في النسخة الماضية هيكون يوم 28 في الدوحة وبالتالي برضو دي هتبقى صعبة على علي معلول حتى الآن طبعا يعني الأمور كده إن شاء الله يبقى فيه تغير فيه حالة علي معلول بحيث أنه يبقى متواجد لأنه مؤثر جدا بالنسبة ليه فريق النادي الأهلي فيه الجزء الهجومي من ناحية الشمال طبعا علي معلول من اللعيبة المميزة جدا الأهلي بيعرض باجي على الجنة خلاص باجي أحد اللاعبين اللي تم يعرضهم للدوري التركي لنادي أنكارا جوجو التركي وخلاص الدوري التركي خلص بنزول أنكارا جوجو للقسم الثاني هناك في الدوري التركي وبالتالي الأعرة انتهت ونادي الأهلي ليس في حاجة لخدمات باجي في المرحلة المقبلة لكن طبعا بيفكر في الجزء المادي وإنه هو يستفاد منه أكبر استفادة في المرحلة المقبلة وبالتالي تم عرضه على فريق الجنة على سبير الأعرة يبقى متواجد مع فريق الجنة عن طريق طبعا مدير التعقدات والتسويق أمير التوفيق أيضا يا مسلماني لو احنا بنتكلم فيه الماتش اللي جاي فيه كلام أنه يبقى يلعب بتلاتة في نص الملعب وده في ظل الحالة البدنية والأمور البدنية لللاعبين هيساعد كتير نبقى أن فيه تلاتة في نص الملعب خصوصا أن ساندونز هو أكتر مكان مميز فيه في الخطوط هو خط الوسط وده كان واضح جدا من استحواز ساندونز على وسط الملعب في الماتش وده تفكير موجود عند مسلماني بحيث أنه يتغلب على الجزء البدني والإرهاق اللي موجود عند اللاعبين واللي أقاره كنت تنسى العبد الحفيز من خلال ما بعد اللقاء في المباراة السابقة وزي ما قلت كده أن مسلماني بيؤجل الدفع بعلي معلول في المباراة القادمة ويمكن زي ما قلت لكم أيضا إن شاء الله كل التوفيق إن هو الشفالي إن هو يرجع في مباراة السوبر الأفريق فيه بقى كلام أو يعني فيه توصيات موجودة من لجنة التخطيط باستبعاد حسين الشحات والدفع باللعابين آخرين ياخدوا فرصة يعني الأمور بالنسبة للحسين إنه أخد فرص كتير من وجهة نظر لجنة التخطيط أخد فرص كتير ويعني ما مسكش في الفرصة لنا في الأقوة الآخر للفريق محتاج كل خدمات اللاعبين اللي يبقوا مستوهم سابت مستوهم متطور يفيد الفريق وبالتالي فيه بعض اللاعبين قاعدين ممكن ما بيلعبوش بشكل أساسي ما بيلعبوش بشكل مستمر نتيجة إن فيه ناس بتاخد فرص وده وضع طبيعي لكن هنا بيحصل وقفة ما بين لجنة التخطيط والكلام مع المدير الفاني إن لازم بيقى فيه عملية تدوير إن فيه ناس تاني تاخد فرص في الظل طبعا عدم استغلال الفرص بالنسبة للحسين الشحات وتراجع مستوى فيه المرحلة السابقة بعد المباراة اللي فاتت مامسان دونز الناس بقى شافت سيرينو على الطبيعة بشكل كبير وبدأت تركز معاه ويمكن اللاعب ممكن ما ظهرش بالشكل القوي وهنا فيه نقطة مهمة جدا سيرينو لما كان جاي أو كان الكلام عليه كان المستوى الفني لأفشة كان إلى حد ما ونخلي بالكوا سيرينو يعتبر سنة ألعاب أكتر ومش راس حربة أكتر وشريف كمان محمد شريف ما كانش بالمستوى اللي احنا شايفين وبالتالي كانت الحاجة للعيب يكون بنفس مقاومات سيرينو هنا الجزء أو العامل السن ليجي نور كبير يمكن سيرينو تخطى التلاتين وفي نفس الوقت انت عندك لعبين انت دوي فوقه تقلقه بشكل كبير زي ما بقولوكم محمد شريف أفشة اللعبين الموجودين في التوقيت الحالة وبالتالي لسته في حاجة أو النادي القلي مش في حاجة لخدماته في التوقيت خصوصا ان سعره يتعدى لتنين مليون دولار وبالتالي أو بطلبات سنداونز تتعدد لتنين مليون دولار وبالتالي طبعا النادي القلي يعني شال سيرينو من الحسد قلتنا على مصافة شبيري ان هو أصيب بفيروس كورونا ألف سلام عليه طبعا وبالتالي هو ما رحش مع الفريق أو ما سافرش مع الفريق في الطيار النابض أيضا محمد محمود ألف سلام عليه برضو نفس الشيء ما صابته بفيروس كورونا وعدم السفر أيضا مع الفريق خليني بقى أولوكم بعض الأخبار الخاصة بـ